اشتركوا في القناة وبراسنا كان قبل ارتباط الوزن الجيد بالجمال فقط ولكن صرنا واعين اكتر انه لا واحد لازم يخسر من وزنه يحافظ على وزن مثال كرمال صحته ومنعرف صرنا واعين انه البدانة بتجيب امراض كتير مزمنة وبتوصلنا لقلع والوزن الجيد هو مرتبط كمان بالصحة الجيدة اكيد مع بعض الاستثناءات يعني شخص وزنه جيد ممكن يكون عنده كوليستيرال وامراض قلب والعكس صحيح فيه كون شخص بدين ما عنده امراض مزمنة بس اجمالا مفروض مننا انكون دايما عم نحافظ على وزننا لهذا السبب في ديفنسيون للوزن واليوم رح نحكي عن الشها جديدة لانو كل مرة بنحط افكار جديدة طبعا اللي هي مؤشر كتلة الجسم بي ام اي في خلال اولى ببساطة كل شي تحت 30 بين 25 الى 30 يعني فانتنافق معناف هو جريد وان اوفر ويت وكل شي فوق 30 جريد 2 اوفر ويت وبعدها منفوت بالجريد 3 فوق الاربين اللي هي او بزيدي اذا بدك اليوم التسمية جديدة صاريت جريد 1 جريد 2 جريد 3 اوفر ويت هلأ لكل هؤدول اللي عندهم هالشوية الوفر ويت صاروا يعرفوا يعني الواجع على الرأس والضغط عليهم وانفكسيونات اكتر يعني من فوق نزول البديكيه تشوف انه لأ تشنخر تعب بس يناموا انفكسيونات اكتر اللي معهم ربو ارهاق اي البديكيه دي اقتنفس اصلا افكر فيهم كلهم 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 ربو يتعذب اكتر بس ما ننصى للأسف انه بينصابوا اكتر بالدراسات والقرام بتلاتي الكنسر اكتر شير حسميون الكولون اكتر البرست يعني السادي اكيد وبنهاية الانضوماتيوم البيبر الرحم عند النساء هلأ فأسلا مرتبطة كمان بالكنسر وكل الناس تعرف انه مرتبطة بالضغط سكريكوليسترول ومشكلة كبيرة اذا ما نتحرك ومندخين كمان في شالة تانية هي الفات كوانتيتي يمكننا نعرف انه تنقول الرجال عنده اوفر ويت 25% فات واكتر البنت تحمل تنقول مش بس نحن طول نحن كوين جسم مختلف كمان الفاس ديستريبيوشن كتير مهمة وين مجمعها الفات حول البطن على الاجران صحيح اكيد خطر اكتر لما يكون مجمع على البطن من لما يكون على البطن اكتر شيء وفي ارقام اكيد انه بينصابوا بجلطات اكتر بينصابوا بامراد اوتو اميون اكتر بينصابوا بامراد الزاكرة بتضعف اكتر ولو اكتيفيتي ما بعضو يتحركوا كتير وبالتالي هاي ديشاري كتير مهمة هون مفروض موضوع التاني انه الشخص اكبر غلطة يكون هو صغير عم بيكل كتير وعم بيربح وزن وفي عامل متابوليسم او جيني او اليديتار او يالبدي كيسميه ونحن الاهل يعايتوا عليه وقف اكل هو عم بينساه كتير غلط اكيد بدنا نشوف لا باركي مش بييدو باركي غده باركي هورمونال وبتشوفهم مشكلة كبيرة انه نحن ضرورة تبلش بكل شي هورمونال عند الاندوكرينو وبالتالي اوكي بيجعب يتتابع من حكيمو بيجعب يتتابع من دياتيش يكون عامل نفسي كمانا مش بس هورمون عامل نفسي اكيد بتأثر حتى الدراسات اسباب كتير لموعة المصاري واوضاعهم صعبة معرضين للنصاحة اكتر للبدانة اكتر والمعوى الدبريسيون وسايكولوجيك الاشوز كمان معرض اكتر صحيح معانو فيكون اي تي بيكل ويرد لانف اي معانو فيكون اي تي بيكل وماينصح يعني بس انو عم نحكي الاكتريات صو بالتالي نعمل في عندي مشاكل فيكون ارمونية وهون بسوض بالارمونية في كازا ارمان بترجلج اوكي يعني فينا نسميهم وما نخلص صو كتير مهمة انو ما نعيت وما نفكر انو هي بس ارادة اوقات الارادة مهمة للتقليع ولكن بدأ التشخيص كمان لمع الارادة يضعف ونقى النتائج طيب دكتور ابي نادر ما فينا نحكي عن موضوع الوزن وخسارة الوزن وما نحكي عن الاوذنبك صح اللي هلأ وين ما كان صح حتى عمواقع التواصل الاجتماعي صحيح عند الاطباء وين ما تحكي عن اشخاص عم تخسر وزن مستهونين كتير هيدا الفكرة حتى في دكتورز عم بينصحوا فيه عم بيصفوها وعم بيتبعوها مرضاهم ازا بيصفوها الدكتورز منكون هنك اتفقنا يعني المريض اللي عنده طيب 2 ديابيتس اوكي لا اشخاص ما عندهم سكر ايه لا اذا وصفها بيدروب عصفورين بحجر بيدعفو ما يبدي رسات اكيد وبيعالج سكرين بس ولكن اذا ما في مشاكل هنمونية اجل عندي حتى انا فيني فوتو اكيد ببروجرام اوزانبيك ولكن فوتو فيه مظبوط لانه كتير عم بيخدوها غلط اه يعني ما انه غلط انه واحد ما يكون عنده سكر وياخد هيدا الابرة افكار يمكن تاكد تولوز ويت حتى لو ما عنده سكر اه اوكي فاين ولكن بديو يخده بالعيال مظبوط لا فيه يخده شي بيخوف نه نه فيه بيخوف لانه عم تشوف الحالية الطوارئ لانه مستعجين هي اتباكتو مون بدون يخلصوا بسرعة هي بس فينا نحكي عنه بالتفصيل شو بتعمل سيماجلوتايد هي ارمون بتعمل ديليت يعني بتشوف في الشخص بيشبع اذا اكل قليل وبيهضم عمية الف مهله وبالتالي هو ممكن نحس يعني يشبع بكير ولكن وبيشتغل على هالي هي بتجري بتقولها الإيبوتراميس بالرأس اللو روء شبع بقى هون بدون نفوت بالتفاصيل انه تلعب عيدا الموضوع عيدا وبالتالي في ناس بيخدوا القبر بيتحمس وبيخدوها غلط بيحطوها غلط بيخدو عيارات عالية طوارق هون بالطوارق بتحسي انه خلص انت مشوائلت انه خطرة مية بالمية نشوف اشخاص كلوقت نوزي بيعرقوا حتى فيها تعمل كونسيباسيون بيصفر كوارث بهيك نحن بنفوتو ببروغرام شوي شوي سلولي اكي بنعلى شوي شوي فيش اسمه مينتننس دوز فيش اسمه ماكسيمال دوز فيش اسمه فحصات دام بفحصو وفي كونترا انديكيشنز انا ما معقول مريض يكون عنده مشاكل غدادية تايرويد بارا تايرويد يمكن ادرينال او مان تايب تو امراض ارمونية واجه انا مش فهمين ملفي وقاتية فهون رجاء نحن عنا ايكيب عمل انا والاندوكرينو ونفوت دايتشن وحتى للا سبورت وحتى بيبعطوا اكل على البيت حسب المريض لانه نحن نعرف انه هي المشكلة انت قدي المريض بيقدر كمان يلتزم ويدفع نحن نحكي الاشياء مثل ما هي ولكن برفض رف قاطع الجاري بجعب الجاري اعطيه او الفرمشاني او الدياتيسيان وما حتينا ماتة دايتشن ما بقى تنسق مع حكيم توصفه طلعت خرجت عن هي صلاحياتها انا عندي اندوكينو بتعامل معه كان في حالة طبية بالاوفير بي سي او اس وصفيت ما رح نقول اسمي البراندز رح نحكي جينيريك مالتراكسون بي بروبون بي بروبين يعني هو بي بروبين يعني هو بساعد بهالحالة انه تضعف اوكي راحت عند الدياتيشن دايتشن يجب تستلين بس الكالوريز والديات وفيها تبعة اكل تستفر ساعتها هي بينها وبين المطعم انا صاروا هني كمان بيعتوا اكل مجو غلط اطلقوا اعتخدي انه كيف هي يعني يعني جد كل واحد يعرف الليميت تبعه كل واحد يعرف حدوده نحن بالنهاية الاطباء دا جاب لبنان ما اقول حقنا من النافع بيحطوا الطبع عنيك الختم وواهب اعضاء كله بلاتايب كله فوضى بلبنان لا نحن نظاميين اذا بتكون توفره بالشكل الغلاط ما هي في مشكلة انا ما بعطيه بدون ما تكون عامل فحص سريري ما بعطيه بدون ما تكون سائلوا اسئلة ما بعطيه بدون ما عمله فحص الدم اللي لازم يعملو كل ستة وشهر لسنة بقى ليك كيف انا هيدا لا اعملو عرفته كيف فبالتالي وين ما تروح بتشوفه تعدى على المهدي اكيد فاكس دي كريب بنعمل من الفرمشانة ويلا شوفه العيارات الفوضى بالعيارات هو لازم يتبلش بدوز خفيفة ايه هلا انا عندها بالعيادة ايه مرة هي ويكلي عمان صفية نجعنا على اسكاليشن منسميها اوكي ورا عطي الدوزات على الهو لانه عن جد كل نسا ايه لا اكيد بس عم بياخد انا ليش لاني كل واحد بلشه شي ليبلش سايكل وتعود وبدو يجع يمشي بالسايكل عن جديد غير لي جايك من اول مرة من اول مرة عم بياخد ممكن يضعفه خلال ثلاثة شهر دو اس دوز كيلو اكيد الاوزامبك انا معه اكيد ممكن ناخده حتى لو ما معنا تايب تو بس ناخده مزبوط ضمن اكيب عمل بروفاشنل وضمن طبيب طب دكتور ابي نادر خلينا نحكي لانه ما فيه ولا دواء ولا شي منفوته على جسنا ما عنده اثار جانبية صح شو سايد ايفكت تبعيته لك تقريبا غير هل تسمينيهم نوزيف وميسمان حتى كونسيباسيون الونتا ما فيه اي سايد ايفكت اذا قطع معنا السايكل في منهم بيضلون ع سنين بيجع بيمشي حالهم ع سنين اكيد في ناس تخطو سنة سنتين وبعدهم عليه ما بيأثر نحن طالعو عمناهم وما في مشاكل سنون بيعملوا لنا نوزيف وميسمان ابدو من البين واجع بطن بيعرقو وهدك ما ننسى الهدك كمان والشك التانية اقل بكتير هلأ ما رح نخوف الناس فيها بس ننتبه من افلمسونات سؤال تحت الهواء من متصل ما بده يطلع معنا على الهواء عم بيسأل شو الفرق بين الساكسندا والاوزنبك تسمور هلأ نيو موليكل يعني مع الطب اوقات بتشوفي في الكزانيكال بيشتغل مثلا على الفيتامينات الاداكية يعني فات صوليبل بيطلع الفات بترجع بتشوفي فترة كان في غليكوفاج بتشوفي الساكسندا ترى فات فترة رجع هلأ بتشوفي لأ انه الحكمة بيروح اكتر الموليكل المور زبديك نيو وبحسوها احسن ولكن بعد فيه اكيد مستورة اكتر بعد فيه حكمة غدار لأسبابهم بيعتوا شلي بدلت كلمة اخيرة دكتر ابي نادر بتقولها لكل اللي عم بتابعونا يعني نحنا بدنا نخسر وزن كونه بتأثر على الصحة كلها طبعا فرمهات توتو بس اذا بدنا نفوت ببروغرام غير كلنا سنعرف انه ستة الدايت والإكزرسايس وسليب وال ستة تسعة ساعات مزبوط وبعرف انه فيه ناس انه بيعملوا كيتو بيعملوا انه كل واحد حر بجسمه بس لما بتكون تاخدوا شي يفوت على جسمه خلص خلصت بده طبيبه شكرا كتير لك مرة تانية مشاهدينا وفاصل قصير ومنكون مع دكتر الفرات كرم واكيد عالم البروبيوتيك الواسع فاصل ومن بعد منتابع اشتركوا في القناة